التظاهر حق كفي له الدستور العراقي باعتباره أحد أشكال المشاركة السياسية إلا أنه يتطلب تنظيماً وتحديداً للأولويات على أن لا يخرج هذا الحق عن الإطار الدستوري فيتحول إلى عنف وشغب أهالي الأنبار شدوا على أيد المتظاهرين مطالبين إياهم الالتزام بالسلمية والابتعاد عن الحرق وتصفية الحسابات والاستجابة للدعوات الرامية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار كل شيء بالتفاهم يصير يعني التظاهر المظاهرات المظاهرات الناس تجي من باب حقها مظاهرات مثل البلد لا بي خدمات أساسية لا بي ماء لا بي كهرباء لا بي مستشفيات الشعب حقها مثل المدارس نحن نعاني كأولياء أمور الطلبة نعاني مثلا ارتفاع الأسعار المدارس الأهلية يقعدون على طاولة مفاوضات يتفاهمون ويالحكومة أفضل ما يتظاهرون وحرق وأذية للشعاب كمواطنين وكأبنية آخرون قالوا إن تدمير مؤسسات الدولة لا يرضي أحدا لذلك على المتظاهرين الالتزام بالسلمية لتحقيق المطالب أنصح المتظاهرين أن يطالبوا حقه كل شيء بعصبية ما رح يؤدي له نتيجة كل شيء بحرق وهدم وخراب رح يصير ضده يعني ما رح يطلع إلى أصلا حق فأنصح المتظاهرين أخواننا بغذات وسواب جميع المحافظات أنه أذا أريد يتظاهر يكون مظاهرة سلمية يبين نفسه أنه مظاهرة سلمية أمام الحكومة أمام الدولة أمام الشعب مشروعية وتظاهر لا تسوغ القيامة بأعمال التخريب فالإفساد وإطلاف الممتلكات العامة والخاصة سلوك حرمه الشرع كما أن ظلم الظالمين وفساد المفسدين لا يبيح القيامة بأعمال الشغب والإضرار بالغير بل الواجب أن تخلو من أي نوعا من أنواع الإيذاء المادي أو المعنوي ترجمة نانسي قنقر